دعا رئيس الشركة الحكومية الأوكرانية المشاغلة لمحطة الطاقة النووية في البلاد إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح في موقع محطة زابوريجيا النووية التي تعرضت لقصف تتبادل فيه كياب ومسكو الاتهامات وقال رئيس الشركة إنه ينبغي أن توجد في موقع محطة زابوريجيا بعثة لحفظ السلام تضم خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمات أمنية أخرى معتبرا أن وجود الجيش الروسي في الموقع يشكل أكبر خطر على المستقبل كشفت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت محطة الطاقة النووية في مدينة زابوريجيا في السابع من أغسطس الماضية وقالت وزارة الدفاع الروسية أن القصف أسفر عن تدمير خط كهرباء عالي الطاقة مشيرة إلى أنه تم تقليل قدرة وحدات بالمحطة لمنع حدوث أي خلل وفي السياق المتصل أكد الكريملين أن الدول المؤثرة على أوكرانيا يجب أن تستخدم تأثيرها للضغط على أوكرانيا من أجل عدم قصف محطة زابوريجيا النووية أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن خطر حدوث مواجهة نووية عاد للظهور بعد عقود داعيا الدول النووية إلى الالتزام بعدم البدء باستخدام هذه الأسلحة وقال جوتيريش أن أي هجوم على محطة نووية يعد عملا انتحاريا وذلك ردا على تقارير عن تجدد قصف بمحيط محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا والتي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا جاءت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة خلال مشاركته في إحياء ذكرى مروري 77 عاما على إلقاء أول قنبلة ذرية في العالم على مدينة هيروشيما اليابانية نفت الرئاسة الروسية وجود أيانية لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زلنسكي في الوقت الحالي وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن بوتين وزلنسكي لا يمكن أن يجتمعا إلا بعد قيام المفاوضين من الجانبين بما يلزم هذا وتوقفت المفاوضات بين موسكو وكييف منذ شهر إذ يلقي كل جانب باللوم على الآخر في عدم إحراز تقدم قال نائب رئيس المجلس الأمن الروسي ديمتري ميديفيد أن روسيا ستحقق أهدفها في أوكرانيا بشروطها الخاصة محذرا من أن الغرب لديه خطة طويلة الأجل لتدمير روسيا على حد تعبيره وقال المسؤول الروسي أن موسكو تقوم بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وتحقق السلامة بشروطها ووصف توسع حلف شمال الأطلنطي غربا وأزمة أوكرانيا بأنها جزء من محاولة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لتدمير روسيا على حد وصفها قال مسؤولون أوكرانيون أن كييف شنت ضربات بعيدة المدى على قواعد عسكرية روسية وقالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا أن الضربات أصابت المعبرين الوحيدين للروسيا المؤديين إلى الأراضي الوقاعة تحت سيطرتها في جنوب أوكرانيا مشيرة إلى أن نتائج الضربات مهمة نوعا ما إذا أصابت جسري انتوني فيسكي وكاكو فيسكي من جانبه قال نائب رئيس الإدارة الإقلمية لمدينة أو منطقة خريسون إن الهجوم الذي استهدف جسر أنتوني فيسكي تم بصواريخ هيمارس الأمريكية وعضف استريموسوف أنه تم اعتراض معظم الصواريخ بواسطة نظام الدفاع الجوي الروسي مؤكدا أن العناصر الحاملة للجسر لم تتضرر وفي نهاية شهر يوليو الماضي تم حذر حركة المرور على جسر أنتوني فيسكي بعد هجوم آخر شنته القوات الأوكرانية بسبب الأضرار التي لحقت بالجسر وكان من المقرر لانتهاء من إصلاح الأضرار هذا الأسبوع اتهمت بريطانيا روسيا بزرع الغامن على خطوطها الدفاعية في منطقة دومباس بأوكرانيا ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا حاولت على الأرجح في دونسك وكارما تورسك لاستخدام ألغام من طراز بي اف ام وان وبي اف ام وان اس المضادة للأفراد مشيرة إلى أنها أسلحة عشوائية مثيرة للجدل أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبة أن بلده ستواصل ضمان استقرار الصادرات الغذائية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا في حال أوفت روسيا بالتزاماتها بممار الحبوب وشدد كوليبة على أن المسئولية الكاملة عن مواصلة تشغيل ممر الحبوب تقع على العاتق روسيا لافتا إلى أنه في حالة قيام روسيا بالتزاماتها فستستمر صادرات المواد الغذائية الأوكرانية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا مديري 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 مديري